اشتركوا في القناة مش ليله حل علشان انت بتروح الشغل ومعندكش وقت في ممارسة الرياضة كل دي مشاكل زيادة الوزن والسمنة اللي احنا عارفين انها ام الامراض لكن النهاردة في كلام في الطب حنقدم لكم الحل المتكامل والنهائي للقضاء على السمنة خلينا في البداية نرحب به دكتور احمد مشعل استاذ العلاج الطبيعي والسمنة ورئيس وحدة العلاج الطبيعي بالمركز القومي للبحوث واستاذ السمنة في مصر وده رقب يعني بنتديل حضرتك لان احنا دايما في كل مرة بنصديف حضرتك او في كل مرة بنتكلم فيها عن السمنة حضرتك بتبقى مهتم جدا بالسمنة وازاي نخلص الناس من السمنة علشان هي مرض وهي ام الامراض صحيح يعني يا دكتور ناس كتير بتجرب ادوية وبيبقى فيه مشاكل كتير من الادوية وما بتخسش يعني حضرتك بتفسر دايه هو الحقيقة السمنة يا استاذ محمد ما هيش مجرد مرض بتاخده علاج وخلاص ده السمنة لازم يكون فيه عندنا ارادة من المريض نفسه انه نخس المريض عايز يخس عنده ارادة انه نخس عنده ارادة انه يزبط طريقة الاكل بتاعه حسن اول نقول ايه هي السمنة السمنة قد تكون نتيجة بعض الامراض العضوية يعني المريض يعاني من بعض الامراض اللي بتؤدي الى انه هو يحصل له زيادة في معدل تخزين الدون زي مشاكل الجدة الدرقية زي الكوليستيرول او ان المريض بيكون بيأكل كتير فبيدخل جسمه طاقة اكتر من اللي هو بيفقدها فبالتالي بيحصل له زيادة في الوزن يجب ان يكون عند المريض الوعي انه يبتدي ينظم حياته هو شخصيا يبتدي ينظم حياته يعني يا دكتور ان زي ما قلت لحضرتك الناس كتير بتستخدم الادوية ومش بتخز احنا النهاردة بنوعد الناس ان احنا هنقدم حل متكامل للقضاء على السمنة ومشاكل السمنة كلها اللي هو اللايبوديكس اللي معنا النهاردة واللايبوديكس بلس هنتكلم بقى عن الحل المتكامل اللي احنا هنقدمه النهاردة خلينا اقول ليه الادوية الاول ما بتجيبش النتيجة قد يكون هذا العلاق جير مناسب لحالة المريض او لا يقدم الحل لحالة المريض فبالتالي هذا المريض لا يحصل على النتيجة اللي كان منتظرها او انفق فلوس او انفق مجهود علشان يحصل عليها او قد يكون المريض بيستخدم العلاق فعلا بس الاتتيتود بتاعه او سلوكه الجزائي خطأ في الحالة دي لازم دو ما بيجيبش نتيجة خلينا بقى في اللي احنا هنقدمه النهاردة واللي هو زي ما قلنا هو حل متكامل هنعرف في خلال الحلقة هو ليه حل متكامل علشان حضارك هتوضح لنا مكوناته بيشتغل ازاي والناس تستخدمه ازاي تمام كلمنا عن اللايبوديكس واللايبوديكس بلس اللي هو احنا ان شاء الله بنقدمه النهاردة وزي ما بقوا نقول للناس احنا معنا حل متكامل هو كمان مرخص من وزارة الصحة المصرية وتحت اشراف طبي يعني امن وفعال ومجرب وليه نتيجة فعالة دكتور يعني حضارك كلمنا عنه طيب خلينا نتكلم الاول ايه هو اللايبوديكس اللايبوديكس زي معظم المنتجات اللي بتعتمد في الاساس على المستخلصات الطبيعية يعني ما هواش علاج كيميائي هو مكمل جزائي طبيعي مكونا من مجموعة من المستخلصات زي الجراسينيا جامبوجيا والجراسينيا جامبوجيا هو نوع من انواع المستخلصات العشبية من احد الفواكه اللي بتتزرع في امريكا اللاتينية خلاصة اشاء الاخدر خلاصة القهوة الخضراء مجموعة بقى من المكملات الجزائية زي فيتامين سي وفيتامين دي والكروميوم باكلونيت هذه الفيتامينات المهمة جدا جدا لاستكمال عملية الدايت تخد بالك انت بتيجي تلاقي بعض المرضى بيقولك ايه انا مع استمراري على الدايت بشعر انه شعر بيقع بحس انه وشي شكله بيعجز او بخس وشي بيخسه جسمي زي ما هو ده نتيجة انه ما بيحصلش يا استاذ محمد على التغذية السليمة اللي جسمه محتاجة اذا احنا قدرنا نوفر له العناصر المضادة للأكسادة اللي جسمه محتاجة زائد العناصر اللي بتزود له عملية حرق الدهون زي ما هو موجود فيه اهزية التركيبة اللي انا بقول عليه ممكن من اقوى التركيبات اللي موجودة الحقيقة العيان بيجيب نتيجة كويسة ولا تحدث المضاعفات او الاثار الجانبية لعملية نقص الاكل اللي بتحصل اثناء الدايت حضرك بتقول يا دكتور على اللي عنده سمنا عيان ومريض ده ليه يعني معظم الناس مش مختنعة بكده لا بصف السمنا مرض نفسي لانها بتخلي شكلك ثقتك في نفسك بتهتز السمنا مرض لان هي بتؤدي الى زيادة معدل الجسم فبالتالي بيحصل تغيير في شكل الفقرات بتاعت الضار والمفاصل الحملة للوزن زي الرجبتين والفاخدين وبالتالي بنصاب بالغضريف ونصاب بالخشونة السمنا مرض لانها تؤثر على الجهاز الدوري وبالتالي الجهاز الدوري اللي هي الدورة دموية بتاعتنا بالتالي قد يحدث زيادة في ضغط الدم قد تحدث بعض امراض القلب بنتيجة زيادة الوزن طبعا احنا السمنا زي ما احنا عارفين هي سمنا قد تكون سمنا عادية او السمنا المفرطة ولكن كل انواع السمنا لها الاثار الجانبية المترتبة عليها كلما زاد وزن الجسم كلما زاد الضغط والتحميل على القلب كلما زاد التحميل على الكبد وبالتالي بيبقى عندنا اضرار ومضاعفات ربنا يحفظ طبعا جميع المشاهدين طبعا مش معنا انك انت زايد في الوزن فانت مجرد ما وزنك زاد شوية هيحصل لك المضاعفات النهاردة مثلا المناعة هتنخفض النهاردة واحضرك عارف يا سيد محمد ان الفترة اللي فاتت احنا كنا مركزين على المناعة قوي نظرا لان احنا كنا بنمر بالظروف بتاعة الاصابة بالفيروسات وكذا وكنا عايزين نرفع المناعة السمنا بتقلل المناعة دي حاجة خطيرة دكتور يعني في الفترة اللي احنا فيها دي احنا كل الناس بتاخد بقى فيتامين سي وبتاخد الحاجات اللي بتعلل المناعة فيتامين سي والزينك وفيتامين دي المريض بتاع السمنا غالبا ما بيحدث ان جسمه ما بيكونش فيه الكم المناسب من الفيتامينات اللي بيخلي المناعة بتاعته تكون مستقرة ايه اللي بيحصل؟ لما بتنخفض المناعة قابلية جسمه للاصابة بالعدوى بترتفع فبالتالي المريض ده طول ما هو عقب بيأكل بيأكل نشويات هو ما بيكلنش بالمناسبة لأنه بيأكل بروتين وبيأكل أكل صحي لا ده بيتخل لأنه بيأكل سكر سكريات بيأكل بسبوسة وكنافة بيتخل لأنه بيأكل نشويات بيدرب كشري وفتة بيتخل لأنه مش عشان بيأكل خضار لكن بيعمل طجن الخضار مسبق بسامنة بلدي هذه الدهون أو هذه السكريات والسموم والأملاح اللي دخلها في جسمه بتخفض نسبة المناعة وتضعف تكوين الفيتامينات الرئيسية حضراك بتقول يا دكتور أن مريض السمنة وإحنا اتفقنا أن السمنة مرض وأي حد عنده زيادة وزن هو مريض وبيحتاج أنه يدور على نفسه ويأخد حاجة تلقل له نقول له هو بقتين السمنة ليست مجرد مرضاً السمنة مرض مسبب لمجموعة من الأمراض فأنا لما بعالج السمنة أنا مش مجرد علاج للسمنة وأن حالتي نفسية بقت أفضل وشكلي بقى أحسن لا ده أنا كمان بقى أتجنب الأعراض الجانبية أو الأضرار اللي بتحصل نتيجة إصابتي بمرض السمنة إن كانت على العظم أو على القلب أو على الضغطة أو على الكبد أو على المفاصل أو حتى على الحالة النفسية زي ما قلنا الحالة النفسية من الحاجات تمكن الحالكة بتديد بالكلام ده في المقدم لوحد السيدة لما بتبتدي جوزة ينتقدها زيادة عن اللزوم رايحة جاية قدامه تقول لها أو بيبقى امتقاد مقصودة دكتور وبالله يشوف الحقيقة يعني أنا أنا متعاطف مع كلا الطرفين يعني أنا أنا متعاطف مع السيدة اللي قاعدة في البيت وما بتتحركش كتير ما عندهاش قدرة على الحرق الأمهات المصرية الجميلة اللي قاعدة في البيت أنا متعاطف معاكي وعارف أن إنتي ما عندكيش وقت أن إنتي تبزيلي رياضة أو أنك إنتي تنظمي أكلكم مشغولة بالولاد والمذاكرة والامتحنات ومتعاطف مع الراجل أنه هو يجب أن يرى ما يصره يعني مش إحنا متفئين على الكلام ده متفئين طبعا طيب كلها هما عنده حق في اللي حاصل لكن إحنا لازم نصل إلى الحل الوسط إزاي نرجع لهذه السيدة الثقة في نفسها وشكل جسمها مرة تانية طب إحنا طبعا أكيد يا دكتور بالله نقدمه النهاردة اللي هو اللايبوديكس واللايبوديكس بلص هنرجع للناس ثقتهم في نفسهم والستات زي ما قال الدكتور إحنا متعاطفين معاهم إحنا مش بنقول كده علشان يعني حاجة وحشة ولا حاجة دكتور لا 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 إطلاقا بنقدم لكم الحل اللي هو في النهاية هيرجع ليك ثقتك في نفسك وكمان الراجل يا دكتور بيبقى عنده كرشو بيبقى يعني يفقد الثقة نفسه ومش عارف يلبسه كلام ده كله اللي ما بيقدرش ينزل اشتري هدوم مع أصحابه علشان عارف إن هو كل ما هيجي يقيس حاجة يلاقي كرشو وطالع فيه آه البنات اللي تقول لك لا أنا لما أجي أشتري حاجة مش هنزل مع صحباتي أصلا عارفة إن أنا بيبقى لما باجي أشتري حاجة ما بلاقيش مقاسي بسهولة فبتفقد الثقة في نفسها العملية دي عملية نفسية في منطها الخطورة منطها الخطورة لإنه بعد شوية بيبتدي المريض يقول لك أنا كده كده شكلي مش حلو جسمي شكله مش حلو فخلص أنا هاكل وهبوز الدنيا براحتي بقى ما هيكده كده بايزة إنما إحنا لما بنيجي ناخد حاجة زي اللايبوديكس مجموعة المكونات الحارقة طب نتعرف يا دكتور الأول على شكل العبوة آه آه يعني نفتح دي من الحاجات المهمة اضغط عليها لتحت شوية ما دي من عوامل الأمان بقى اللي إحنا كنا لسه بنقول عشان نقدر نفتحها لازم نضغط للعبوة آه وده ده إيه ده دكتور ده السيل ده ده بيبقى بيحتفظ بدرجة حرارة العبوة بعيدة عن درجة حرارة الجو وبعد كده ده الأمان تاني بتاع العبوة زائد يعني مؤمنة مرة واتنين مرة اتنين تلاتة اربعة بقى لسه فيه الرابع هتلاقي جوه فيه الكيس الحفظ للمواد دي الراس اللي معانا وفيه برضه دكتور الكيس اللي هو الحفظ اللي بيحتفظ عشان تفضل المكونات عوامل الأمان عوامل الأمان بتاعت الحفاظ على مرة واتنين وتلاتة وأربعة واربعة دي كده عوامل الأمان ودي شكل القراس آه يعني دكتور المتعرف عليه عند الناس إن السمنة بنستخدم لها ألياف بتمفش في المعدة والكلام ده كل حضرحك عارف الكلام ده طب يعني الألياف دي موجودة في القراس ولا العمل بتاع المنتج ده بيشتغل ازاي؟ بس بقى ده سؤال هيل تعالي نمسك القصة بتاعت التخسيس كده إنت اللي ما بيجي لك مريض بتبقى عايز تعمل إيه؟ رقم واحد عايز تقفله نفسه تماما لإنه طالما شعر إنه هو عايز يأكل بيبقى عنده شعور بالحرمان فما بينتظمش على النظام التخزية فبالتالي بيكون الأداء بتاعه في الدايت مش كويس وغالبا ما بيسيب الدايت يبقى أو رقم واحد لازم يحصل إن إحنا نخفضله الشهاية طيب إحنا نخفض الشهاية باستخدام الألياف اللي موجودة فيه اللايبوديكس زائد اللايبوديكس بلاس كمان فيه كافيين الكافيين من الحاجات الهامة جدا جدا علشان تقفل النفس طيب الألياف اللي موجودة في اللايبوديكس إيه الفرق اللي بينها وبين الأكياس البودرة الأكياس البودرة دي تكنولوجي أفضل أحداث شوية إنه بتبقى موجودة في القرص بحيث إن هي ما تبقى الناس اللي ما بتبقاش عايزة تشرب أعشاب أو ما بتستظرفش طعم الأعشاب كمان إحنا ما نقدرش نحط على الألياف اللي موجودة في الأكياس نفس المكونات اللي موجودة في القرص فهي الألياف المرة دي موجودة ضمن تركيبة كاملة يا أستاذ محمد الألياف موجودة ضمن تركيبة كاملة زي ما قلنا المجموعة المواد الحارقة زائد الفيتامينات والمكملات الغذائية المضادة للأجساد برضو بتنزل في المعدة مع شرب المية بيحصل نوع من أنواع حجم الألياف بيزيد فيحصل امتلاء في المعدة تقريبا بتحتل 30% من حجم المعدة فيحصل انخفاض فيه الشاي يعني ده دكتور الألياف الموجودة في اللايبودكس هي أفضل من الألياف الموجودة في البودر تكنولوجيا أخرى يعني هو تكنولوجيا تصنيع أفضل وأحسن ويعني قصة في التصنيع بس ده طبعا بإشراف طبي متكامل يعني هيصنعوا ده وفين يا أستاذ محمد ما لازم يبقى تحت إشراف طبي احنا بس بنطمن الناس يا دكتور لأن الاختلاف دايما بتلاقي الناس ممكن يعني لا المستخلصات العشبية المستخلصات العشبية دي تقنيات استخلاص المواد الفعالة من الأعشاب وبعدين صناعتها كأقراص دي بتحصل في مصانع كبرى لإنتاج العلاج وكذا دي ما حاجات ما حدش يقدر يعملها في المطبخ يعني دي لا تصلح لحد يعملهاه خلاص يعني لو حد بيشكك ان دي مثلا حاجات مش مرخصة أو حاجة دي حاجات يصعب يعني ان هو حد يقلدها لا مسألة الترخيص دي محسوم أمرها دي أوراق بتبقى مستخرجة من وزارة الصحة ومستخرجة من هيئة سلامة الجزاء والدواء وكذا لكن صناعة قرص علاج ده محتاج مصنع قدوية طبعا دي حاجات ما نقدرش نعملها في البيت يعني يعني المستخلصات اللي جوه العبوة دكتور حضارك بتقول خلينا بس الاول نقول ايه الفرق بين المستخلص والعشب مم فضل عشان ده موضوع مهمة بقاول تيجي تقول لحد ايه ما انا كنت يسا حسأل حضرتك يعني طيب اسألني اسألني عشان انا ما حربكش ابدا ما استسمح حسأل حضرتك دلوقتي احنا بتتكلم على مجموعة عشاب ممكن تلاقيها متاحة لكل الناس يعني ليه بقى انا هاخد اللايبوديكس وما روحش هاخد العشاب ده كلام سليم ده سؤال يعني ده في الجون وده اللي احنا بنسمعه طول النهار تمام انت هتديني قرص فيه خلاصة الشاي اللي اخدر طب انا موافق انا هروح بالبيت دلوقتي هاشرب احلى فنجان ومنجيل فلوس ده كلام فاضي وكلام مش صح لقي السبب ايه بقى انا لما يجي اقول لحضرتك انا هروح اشرب فنجان قهوة هل فنجان القهوة يحتوي على الكم من الكافاين اللي موجود في اللايبوديكس بلاس لأ طبق احنا عندنا ستين ميلي جرام تقريبا يعني تركيز قوي جدا للكافاين محتاج تشرب ميت فنجان قهوة ولا مية وخمسين فنجان قهوة علشان تاخد هذا التركيز لما اجي اقول لك انه بيحتوي على خلاصة القرفة خلاصة الجنزبيل بيحتوي على خلاصة عشب الجراسينيا جامبوجيا حتى لو العطار اللي جنب البيت عنده جراسينيا جامبوجيا ولو ان الموضوع ده مش حقيقي يعني مستحيل انك انت لما تاخد الحاجة في شكلها البدائي هتاخد هيبقى نفس التأثير بتاع الخلاصة لان الخلاصة دي احنا بنطلع الجرام من كيلو الجرام بتاع المستخلص الطبي بيطلع من كيلو اعشاب زي لما اقولك كده كل تفاح علشان في حديد هل انت لو كلت تفاح هيبقى انك اكلت اخدت قرص حديد لا طبعا يعني حضراك بتقول يا دكتور ان كل مثلا كيلو اعشاب بيبقى جرام هو المستخلص وده بتحطه في القرص مثلا ايه مظبوط مش احنا اللي بنخطه وفي المصانع والشركات المسؤولة بيبقى تركيزه اعلى وفعاليته اكتر واننا يعني مش لازم اخد مية وخمسين لا مش تركيزه اكتر انت لا تحصل على الفائرة الطبية من العشب العادي العشب العادي ليس له فوائد طبية او فوائده الطبية محدودة لكن انت تقدر تحصل على التأثير العلاجي من الحاجات المشرف عليها واللي تعمل عليها تجارب وتعمل عليها كذا واسمها المستخلص الطبي من العشب الفلان عندنا لايبوديكس ولايبوديكس بلس مظبوط اللي حيتصل دلوقتي وياخد المنتج التخصيص اللي احنا بنقدمه اللي هو لايبوديكس ولايبوديكس بلس عايز يعني يعرف بقى ايه الفرق ما بينهم وبنستخدمهم ازاي طيب احنا الاول كلينا نقول انه احنا اتفقنا ان هذا الليبوديكس هو عبارة عن مستخلصات عشبية مش اعشاب خلاص يعني زائد طبعا مجموعة من الفيتامينات اللي بتساعدك على انك انت تزود الحرق زائد ان هي بتشتغل كم مكملات لزائعة عشان ما حصلش تساقط في الشعر عشان ما حصلش ان وشك يخس مع الدايت ما يحصلش انك انت تشتكي انك انت دايخ شوية او بتشعر بهزلان ومش قادر تبزل نفس المجهود انت بتاخد العلاج وسد الشهية وبناخد الالياف وبناخد اللي هي بتنظم حركة الهضم زائد كمان الفيتامينات اللي بتساعدنا على ان احنا نكمل يومنا بدون ما يكون فيه اي شعور بالاجهاد او اثار جانبية لعملية الرجيم الليبوديكس مكون من الشاي الاخضر اللي هو خلاصة الشاي الاخضر ودي مهمة جدا علشان تشتغل كمضاد للاجسادة وبتزود عملية حرق الدهون القهوة الخضرة ودي في حاجة اسمها كلورجانيك اسد القهوة الخضرة او كلورجانيك اسد ده من المكونات الهامة جدا اللي بتمنع تكوين الجولوكوز في الكبد نقول تاني بتمنع تكوين الجولوكوز في الكبد اذا ما تكونش الجولوكوز هل هيروح الجولوكوز ده يبقى دهون بقى في اماكن تانية لا خلاص يبقى احنا بنمنع من بابه الكافيين اللي موجود في اللايبوديكس بلاس لأنه تركيز الكافاين أعلى شوية في اللايبوديكس بلاس بيمنع امتصاص الدهون في الأمعة فطالما امتنع امتصاص الدهون هتلاقي تركيز الدهون في الجسم ابتدى يقل رقم اتنين احنا بيفلنا الشهية خلينا أبسطها لك انت لو أخدت فنجان قهوة شهيتك بعده هتبقى زي لو انت بتأكل من جر ما تشرب فنجان قهوة لا الموضوع مختلف مختلف يعني اي حد فينا ببرايح يأكله مثلا ويبقى في ايده كباية قهوة يقوله ايه طب سيب القهوة دلوقتي لما تاكل بقى اشرب اللي انت عايزه لأن الكافاين اللي موجود في القهوة والقهوة العادية اللي هي مش مستخلص ولا حاجة بتقلل الشهية فتخال بقى 60 ميلي جرام كافاين بيعملوا ايه بيخليك ما تبقاش طايق الأكل من بابه تغيير الألياف المالئة رقم ثلاثة زيادة معدل حر السكر في جسمان احنا بنشجع الانسلين ريزيستنس ان هي تقل شوية يعني بيقل معدل مقاومة جسمنا لهرمون الانسولين بحيث ان احنا لما ناكل نشويات زي العيش الرز البطاطس الماكارونة تبتدي جسمنا او هرمون الانسولين اللي موجود في جسمنا يتعامل معها ويحرقها اول باول فما يحصلش تخزين للسكر في الجسم طالما ما تخزنش السكر يبقى احنا وزننا مش هيزين طيب تعالوا نتكلم بقى عن ايه هي المكملات اللي موجودة في اللايبوديكس فيتامين سي يا جماعة من الحاجات الهامة جدا علشان تتشتغل كمضاد للأجسادة تشتغل مضاد للأجسادة وبتحسن البشرة بتقلل تراهل أثناء عملية الدايت رقم اثنين فيتامين دي فيتامين دي جير انه بيرفع المناعة زي فيتامين سي ده كمان فيتامين دي بتحكم في عملية الحرق الناس الفيتامين دي وخصوصا الناس اللي عندهم سمنة مفرطة دايما لما بنيجي نطلب منهم تحليل فيتامين دي يطلع فيتامين دي قليل طيب احنا لما بنيدي فيتامين دي احنا بنعالج فيتامين دي اللي كان قليل ده زائد ان احنا بنزود عملية حرق الدهون في الجسم يعني دكتور اللايبوديكس واللايبوديكس بلاص هنعرف الفرق بينهم ونكمل كلامنا مع حضرتك بيملى المعدة بيحرق الدهون وبيعوض الجسم عن الفيتامينات اللي ممكن يفقدها نتيجة الرجيم والتخصيص مصبوط هناخد بس أستاذ أماني ونكمل كلامنا عن اللايبوديكس واللايبوديكس بلاص أستاذ أماني مساء الخير نور يا فندم أنا عندي يا فندم مع حضرتك الأستاذ الدكتور أحمد مشعل رئيس وحدة العلاج الطبيعي بالمركز القومي للبحوث وأستاذ السمنة في مصر زي ما قلنا في بداية الحلقة حضرتك شكوتك من إيه حضرتك أنا عندي 25 سنة ووزني 79 سينو وطولي 165 بلت أنا باكل بفترة فكنت عايزة أنا مخطولة طبعا ودخل على فرحي وكده فكنت عايزة خص قبل فرحي في منطقة معينة مدقاكي يا أستاذ أماني نعم في منطقة معينة مدقاكي لا يا المنطقة كلها يعني جسم كله مليان لأن أنا باكل بفترة باكل كثير جدا تسعة وسبعين كيلو 79 كيلو مش كتير قوي مش بعيد قوي 165 هي ألأنا يا دكتور لأنها مش باكل بتاكل ألأنا شكراً أستاذ أماني والدكتور هيجاوب على حضرتك طيب عبليت بفترة طيب هو التعبير ده نوع من أنواع يعني النفس اللوامة هي زعلانة من نفسها أنها بتاكل كتير قوي كده وخايفة تضربوي عن ده حق لازم طول الوقت الواحد طالما بيأكل أكل مصصحي أنه يبتدي يلوم نفسه علشان يعدل برنامج الجزائي اللي ماشي عليه أنا مش شايف يعني أي حل إلا أن احنا نبتدي ندي حاجة تقفل الشهية شوية وفي نفس الوقت تبتدي تزبط لك الوزن أنت مش محتاجة تخس كتير يا أماني يمكن لو خسيتي التسعة كيلو اللي فوق السبعين دول هتبقي هايلة خالص وهتخس يوم سريعاً جداً يعني هي محتاجة تخس تسعة كيلو وتبطل تاكل بفترة ما إحنا بنقول ده هنعمله إزاي؟ هنزود بقى معدل حرق الضهون اللي موجودة في جسمنا لأنه عندها وقت قليل خالص قبل ما تتجاوز هي عايزة تضبط نفسها قبل الفرح أنا فهمت كده مصبوط؟ آه طبعاً طيب وفي نفس الوقت هي عايزة تتعود على حجم الوجبة أنه يكون قليل نتعود على حجم الوجبة أنه يكون قليل إن أنا بفضل لفترة بستجدم حاجة بتقفل الشهية لغاية ما معدتي أو جسمي يتعود على حاجة معدل وجبة معين أو حجم بورشة معين الوجبة تكون قليل دكتور التسعة كيلو الزيادة دولة اللايبوديكس هينزلهم في وقت عدين مش أكتر من شهر أبداً يعني إن شاء الله قبل الفرح تكون قوازن مثالي ودي من الحاجات الزريفة اللي احنا كنا عايزين نقولها إنه الأكل عادة الأكل يا أستاذ محمد عادة أنا تعودت إن أنا أكل طبق رز كبير فأنا هفضل أكل طبق رز كبير ومعدتي وعيني مش هتقتنع إن أنا أكلت اللي لو أكلت في هذا الطبق اللي أنا بأكل فيه يومياً نوعيات الأكل عادة تلاقي ناس تقولك أنا مقدرش أتجد إلا لو فيه رز مقدرش أتجد إلا لو فيه عيش مقدرش أتجد إلا لو فيه طبيخ عوائد التغذية السيئة هي اللي بتخلي جسمنا ما يكونش قادر على ممارسة الحرق يعني يزود لك عملية حرق الدهون وفي نفس الوقت بيخلي وزننا يزيد بسرعة قوي يعني حتى لما أنت تبطل الرجيم لما تيجي ترجع لنفس العادات بتبتدي جسمك يطلع بسرعة طب الحل إيه في الموضوع ده؟ الأفضل طبعاً إن إحنا نبتدي نتعود على معدل أكل أقل لفترة معينة باستخدام أو بمساعدة حاجة تقلل لنا الشهية رقم اتنين إن إحنا نعدل عوائد التغذية يا جماعة أتعود إن أنا ما كلش مخلل أكل سلطة ما كلش بسبوسة أكل فاكهة أشرب مياه كتير بلاش مياه غازية أخد عصير دايماً يكون فيه في الترابيسة السفرة الشربة ودي من الحاجات المهمة لأنها بتملل معده شوية طبعاً مش سربة لسان العصفور شربة الخضار علشان الناس ممكن تروح لوقتي تقولك إيه شربة يبقى أضرب لسان العصفور لسان العصفور طبعاً بيزود تمام يا دكتور يعني إن شاء الله تدخل على الفرح وكل الناس اللي بتستعيد آه تقول لها يالحلاوة دي أمين آه إن شاء الله يسعيدها بإذن الله فقال حضراك قلت أقل من شهر إن شاء الله بإذن الله طب يا دكتور يعني حضراك بنتكلم عن الناس لازم تغير من عددها الغذائية علشان تفقد الوزن وتعيش حياة صحية مظبوط لكن حضراك عارف إن أغلب الناس ما بتعملش كده غير لما بتحس بالخطر آه السمنة والناس لما تحس بالخطر إمتى بقى يا دكتور يعني السمنة تبقى بتمثل خطر على حياة الإنسان لا هي دائماً السمنة خطر على حياة الإنسان لكن إمتى المريض بيأخذ القرار لازم يأخذ القرار آه أول ما تبتدي كل ما تشوف نفسك في المريضة تنتقد نفسك وتتحس إنك إنت كاره الشكل اللي إنت موجود فيه ده أو القالب اللي إنت شايفه لازم تأخذ القرار أول ما يبتدي تطلع السلم تنهجب إحنا بنتكلم عن إن بتطلع مجهودك يقل تدت المعدة تحتل حيز من الحجاب الحاجز فما بقاش نفسك مساعدك إنك تطلع السلم أو تبزل المجهود أول ما تبتدي وإنت ماشي في الشارع تحس إنك عايز تقعد لإن رجبتك وجعات أول ما تيجي تصلي تلاقي نفسك مش قادر تسجد على الأرض وقاعد على الكرسي ياريت ما نوصلش للمرحلة دي يعني ياريت ما نسبش الدنيا تفتح مننا ونطنش ونقول وإيه يعني أنا تجوزت خلاص مش مهم متخن السمنة ما هياش مرض شكلي السمنة هو مرض صحة عامة حاجات كتيرة قوي بيحصل الله تظاهر مع زيادة الوزن فإحنا بناخد القرار أول ما تبتدي فيه حاجة تتغير في النشاط اليومي بتاعي النشاط اليومي بتاعي اللي هو أنا بصحة من النوم الصبح أصلي والله أنا دلوتي ابتديت أحس بألم في الصلاة بلبس والله أنا اللي ابتديت ألبس ألاقي فيه جزء في بطني باينة كرشي باين ابتدى الحاجة اللي أنا بلبسها الديق أخد القرار ما استناش لما غير مقاسي اللي ابتديت أنزل وأنا ماشي في الشارع نفسي مش مساعدني أولا طالع السلم نفسي مش مساعدني أخد القرار ما انتظرش لما يحصل لي أن نفسي بقى فيه ديق باستمرار نتيجة السمنة إذن القرار بناخده أول ما يحصل لي تلجير في مستوى النشاط أو معدل النشاط اليومي يعني يا دكتور حضارك بتقول إن السمنة مش مرض شكلي يعني مش أنا بس شايف شكل جسمي مش كويس لا ده بيأثر علي داخليا وبيعمل لي أمراض كدير ناخد لسه بنقول السمنة بتعليل المناعة عشان كده في ضمن تركيبة اللايبوديكس إيه الفيتامينات اللي بتحسن المناعة فيتامين سي وفيتامين دي طيب يا دكتور حناخد ده أستيزة مونا ونكمل كلامنا عن اللايبوديكس اللي هو زي ما قلنا حل متكامل للقضاء على السمنة علشان ما نوصلش للأمراض اللي اتكلمنا عنها دلوقتي ويمكن هنتكلم عنها تاني اللي بتسبب لنا مشاكل في الحركة مشاكل في الجهاز الهضمي السمنة بتعمل مشاكل كتير قوي يا رب كل الناس ما توصلش للمشاكل دي نستعب الاتصال لأستيزة مونا مسائل خير علو مسائل نور علو اتفضلي يا أستيزة مونا عايزة أكلم الدكتور مع حضرتك اتفضلي بس يا دكتور أنا عندي بنتي عندها عشرين سنة وبتاكل بتاكل كتير يعني وهي المظل إن هي هتتخفف هتتخفف فعايزة أتخفف مش عارفيني خسستها طب انت عارفة وزنها كم؟ آه تفتعين كيلو وطولها تفتكري كم؟ أتقولها مية خمسة وثبتين طب ده حلوة احنا عندنا كل البيانات طب متشكر خالص الدكتور حيرد على حضرتك حالا يعني يا دكتور عشرين سنة وتسعين كيلو مية خمسة وثبتين خد بالك بقى مرحلة 18 عشرين ستاشر يا كده بدأ في الزيادة في حاجة أخطر يا أستاذ محمد السن ده إذا أنا وزني زاد بتبتدي يحصل إن المبايد تكسب الدهون فيحصل اشتلال في الدورة الشهرية نتيجة تكيّس المبايد اللي هي المبايد المتكيّسة بالدهون يبتدي يحصل إن حجم البوايدات بيقل بالتالي بتبقى فرص انتظام الدورة الشهرية أقل وفي نفس الوقت طبعا فرص الحملة أقل دي هتتخطب يعني عايزة تبقى قوم رقم اتنين إذا حدث تكيّس المبايد يبتدي نبقى عارفين كويس قوي إنه كل ما الحرق أقل كل ما التكيّس زاد لو التكيّس زاد الحرق هيقل أكتر فالسمنة هتزيد أكتر وندخل في دائرة مفرغة لازم نكسرها بالتخصيص طب أنا هتصرف إزاي بقى في الحالة بتاعة مونة رقم واحد إحنا هندي حاجة تقلّل الشهيّة ده موجود طبعا في اللايبوديكس الحاجة اللي بتقلّل الشهيّة إحنا قلنا هناخد الألياف وهناخد الكافيين اللي موجودين في اللايبوديكس رقم اتنين لازم نرفع معدل الحرق علشان يبقى عندنا حاجتين حاصلين الحاجة الأولانية إنه حرقها ارتفع فمش هتتطلّن تاني بعد ما تخلّص دايت رقم اتنين تفقد الوزن بسرعة شوية علشان هي عندها خطوبة الحاجات اللي بترفع الحرق زي خلاصة الشاي الأخضر خلاصة القهوة الخضراء اللي هو الكلوروجينيك أسد رقم تلاتة الكافيين رقم أربعة الفيتامينات اللي هتساعد مونة إن هي تخسه في نفس الوقت ما يظهرش عليها اللي هتساقط شعر ولا وش يكس ولا بشرة يتقصرت هباك عارف إن هي تخلى على خطوبة فوشها مهم مهم جداً يبقى العناصر اللي موجودة فيه اللايبوديكس هي الحاجات الألهمة مونة محتاجة تقريباً تكس من 15 إلى 20 كيلو علشان نبقى في الوضع المزبوط من 15 إلى 20 كيلو يعني حوالي 100 شهرين تقريباً من شهرين لشهرين شهرين من استخدام اللايبوديكس بالضبط يعني يا دكتور إحنا بنكلم الناس اللي هم قاعدين في البيت ومش بيتحركوا يعني بنكلم ستات البيوت اللي هي حركتها قليلة اللي هي بتدخل المطبخ دلوقتي طبعاً مع زيادة الوزن تلاقي عندها مشكلة إنها حتى تدخل المطبخ أيوة صحية؟ هي حتخس بدون حركة ولا يعني الموضوع بيبقى حيبقى إزاي مع اللايبوديكس آه تمهم قوي بقى بص رقم واحد تيجي مريضة تقولك إيه أنا باتكن على الرغم إن أنا بيلفي في الشقة طول النهار النهار ده ما هواش تمرينات يعني ما تعتبريش إن انت روحت الجيم علشان روات قط الصفرة وقط الصالون كلام ده كلام فاضي لازم حضرتك تاخدي حاجات تزود لك الحرق لإن حرقك وقع مع الأكل اللي انت بتاكليه وفي نفس الوقت قلة الحركة ستات البيوت أنا مش شايف مشكلة إذا نزلت تماشت بعد المغرب شوية نص ساعة الماشي من الحاجات المهمة جداً بتزود معدل الحرق طبعاً مع اللايبوديكس بقى أنت بتسعدي الدواء رقم اتنين هيتزودي معدل الأكسوجين في جسمك هيبقى الحالة النفسية أفضل هنقلل الكناءات شوية رقم ثلاثة الماشي هيحسن الحالة العامة للمفاصل يبقى لازم نتماشي رقم اتنين هنزبط أكلنا بقى ما يبقاش أكلنا كله مسبكات وهحط سمنة وهحط أعتمد على الزيوت اللي هي قليلة السعرات الحرارية أو الزيوت الجير مهدرجة زي زيت الزيوت زي زيت الدرى أو زيت الرز دي من الحاجات الهامة جداً في عملية الرجيم يعني يا دكتر حضراك بتقول رقم ثلاثة اعتمد على الخضار يعني حضراك بتقول أن مع اللايبوديكس اللي بيملى المعدة يعني مفيش أكل زيادة واللي بيحرق يعني بيحرق الدهون المتخزنة واللي كمان بيدي الفيتامينات اللي بتعوض النقص نتيجة الرجيم على فكرة هو ستات البيوت ما بتتشنش من أكل زيادة تتشن من الطلقيط طلقيط؟ وهي بتطبخ تدوق وهي كل واحد ييجي البيت يطلب الأكل هاتي الأكل يا ماما تقوم دايقة من الأكل اللي بتدهوله طب ده كده نبطل طلقيط فما فيش سمنة هو بالزبط لو بطلنا طلقيط وعوضنا الطلقيط ده بفاكهة لو احنا خلينا الأكل بتاعنا خالي من السعرات الحرية شوية واعتمدنا على الخضروات ووقفنا المخلات وعوضنا نفسنا على وجبة صغيرة مع اللايبوديكس اللي هو هخليكي أصلاً ما تحسيش بالجوع هتلاقي إن إحنا بنخس بسرعة قوي أنا سمع حد دلوقت يا دكتور من ستات البيوت اللي إحنا بنكلمهم بيقول الدكتور بيقول إيه أنا بقول لك أنا يا دكتور جسمي بيوجعني أصلاً ومش قادر أمشي وتقول إنزل أمشي ليه بقى لأن إحنا عندنا الجنزبيل اللي موجود في اللايبوديكس مسجل عالمياً كمسكن طبيعي من السبعينات من سبعينات القرن اللي فات من سبعينات القرن العشرين مسجل كمسكن طبيعي هتلاقي الناس اللي متعودة تشرب الجنزبيل أقل شعوراً بالألم من الناس العادية الجنزبيل خلاصة الجنزبيل خلاصة الجنزبيل أنا واضحة هو خلاصة الجنزبيل اللي موجودة في اللايبوديكس بتسكن الشعور بالألم فبالتالي بتحسن النشاط بتاعنا أفضل وأكتر يبقى أنت مش مجرد أن أنت بتاخدي علاج للسمنة أنت كمان بتعالجي أعراض السمنة يعني حضراك بتقول لها أنزلة يمشي بكل ثقة لأن الألم اللي حتتعرض له نتيجة زيادة الوزن هيقل مع استخدام اللايبوديكس طبعاً لأن فيه زي ما قلنا كده علشان كده دكتور احنا بنقول أنه هو حل متكامل يعني هو مش بس بينزل الوزن لا ده توابع مشاكل السمنة زي الألم زي الألم زي ألم العظم أنت عندك فيتامين دي هتحسن العظم وهتدي كمان الجنزة بيه اللي بيزود بيقلل الشعور بالألم بيشتغل كمسكن ده ممتاز جداً الناس بقى اللي بتكتش تكي من معدتها هتقول لك ده أنا بأخد إقراس أصلاً أو الدكتور كتبني رأس موضوع المعدة ده دكتور مهم وبس معنا ممالك معا بقى لها فترة معنا ناخدها ونكمل موضوع المعدة أم مالك مساء الخير مساء النور إزاي حضرتك يا فاندس دكتور مع حضرتك الفضالي مائز شكراً أهلاً بيكي وعليكم سلامة الله وبركاته حضرتك يا دكتور أنا عندي 33 سنة ربز منزل وعندي 20 كيلو يعني الوزن دكتور 60 كيلو بس يعني عمليلي بطن جمدة ومؤثر جمد على ركبي طبعاً يا دكتور محتاجت أعرف الطول الطول قد إيه الطول 165 165 ماشي شكراً شكوة حضرتك من إيه طيب؟ ما عندها حجم البطن كبير شوية وهي عايزة تقلل الوزن العام وتقلل الشهية أكيد طبعاً مش بنحدى بنأكل كتير برضو ولا إيه الأخبار؟ والله يا لبنيش في الحلويات قوي يا دكتور بس أكيلة يعني أم مالك مالهاش في الحلويات بس دايسة في حاجات تانية شكراً لك يا ممالك والدكتور حيرد على حضرتك يعني دكتور 33 سنة عندها 90 كيلو يعني هي 90 كيلو طبعاً 33 سنة هي سنة صغيرة بس أكشانيها ينبروز قاعدة كده الناس اللي تيجي تقولك كده أنا ما بيقولش سكريات ما هو أنت عندك حبيبي البطاطس سكريات العيش سكريات الرز سكريات المكارونا سكريات جسمك مالوش دعوة باسم الصنف اللي انت بتاكله مالوش دعوة انت بتاكل بسبوسة ولا بتاكل فيتوتشيني كله بيخش دوه يترجم سكر بيتحول الى سكر عشان كده مريض السكر بنقوله قال لي الرز والبطاطس والعيش والمكارونا وطبعاً الحلويات مش معنى انك انت مشتريتش الصنف ده من عند بتاع الحلويات ان ده مش هتحول سكر هتحول سكر كل النجويات بتترجم في جسمنا الى سكريات وحضرك عارف يعني ايه دايماً كده حجة اللي هو ده أنا ما بقولش بس في الآخر هي دايشة حاجات تانية الجسم بيترجم هذه الحاجات الى جلوكوز في النهاية طيب حلموا ملك رقم واحد طبعاً اكيد هي عندها ولادات فبيحصل لنا شوية ضعف يا ممالك في عضلات البطن احنا هنديلك الفيتامينات اللي المفروض حضرتك محتاجهاها لشان تقوية عضلات البطن في اللايبوديكس رقم اثنين هنقلل الشهية شوية واحتياجك للأكل شوية بالالياف والكافيين اللي موجودين في اللايبوديكس هننزل الدهون اللي موجودة في جسمك بمجموعة المواد الحارقة اللي هي خلاصة الجنزبيل والقرفة والشاي الاخضر والقهوة الخضرة اللي موجودين في اللايبوديكس واللايبوديكس بلاس هنصحك انك انت تاخدي اللايبوديكس بلاس القرص الصبح وناخد اللايبوديكس العادي قرص بالليل وان شاء الله اذا التزمنا بالقواعد الصحية اللي هي انا عمالك قرارها كل شوي نقلل الحلويات ونعوضها بالفواكه نقلل المخليلات ونعوضها بالسلطة البروتين بتاعنا نكتفي بالدهون الحيوانية اللي موجودة فيه ما نحمرش الفرخة نشويها نكتفي بالدهن الفرخ عشان فيه ناس لطيفة يا أستاذ محمد ياخد الفرخة بيدي هنا ويقوم حمارها حتطلع دين تاني من بار فتبقى قنبلة نووية مش مجرد فرخة يعني يعني هو الموضوع ان احنا نعدل من سلوكنا الغزائي ويكون عندنا ثقافة غزائية علشان نقيش بشكل صحي دكتور معانا تتصال تاني يا أستاذة يسرى مساء الخير ألو مساء الخير أستاذة يسرى ألو يسرى زغانطوطة زغانطوطة ممكن ممكن حدريدة يعني يا يسرى يعني اسمعينا من التلفزيون ووط صوت التلفزيون اسمعينا من التلفزيون من التلفزيون ووط صوت التلفزيون حاضر لغبطتني يسرى ممكن تتكلم بابا حضرتك يا نكلم بابا ماشي سلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك أنا وزن 120 كيلو تمام تفضل وبعدين خدت حاجات كتيرة من اللي بتكسس فطبعا الجرش اللي زيادة شوية كان تحت اشراف طبيب حضرتك ولا لا؟ نعم كان تحت اشراف طبيب الأدوية اللي انت خدتها ولا أدوية وخلاص؟ لا أنا كنت بروح اجيب حاجات كده من العطارة يعني صراح؟ آه عطارة اه واخبالك اسم حضرتك ايه؟ اه؟ اسم حضرتك ايه؟ اسم صبر الساد المليك طيب قول لي يا عصد صبر حضرتك بتشتغل ايه؟ أنا بشتغل على تروسيكل بس ما بقدرش امشي تمام تمام ها؟ بتقضي كم صاع برا البيت؟ يعني ممكن قضي ساحتين تلاتة على حسب لو ما بيجي لمشوار يعني لا ما بيجي لك مشوار وبعد كده بقى رجع ممكن اكون جعان قوي واكل قوتك؟ ممكن اكون طاقة او تلم بكتير بس بابقى اشبع يعني بس الطاقة تبقى طاقة الله يستحليك عندك كم سنة يا جميل؟ أنا عندي خمسين سنة خمسين سنة طيب انا هرد على حضرتك حضرتك طول ودوطر محتاج تعرف الطول؟ لا خلص طبعا شكرا لك ساد صبر احنا عندنا اسمها متلازمة القيادة الناس اللي بتسوق لعدد ساعات طويل او شغلتها وهي قاعدة السوائين الناس اللي عملها مكتبي ما بيتطلبش حركة ما بيتطلبش ان هو يقوم ويتحرك الناس اللي بتسوق تاكسي بتسوق عربياتها يعني حتى عربيات حضرتك وانت مروح البيت هتلاقي نفسك قاعد محبوس في المواصلات في المرور ساعتين ثلاثة لحد ما تروح الناس اللي عادة ساعات القيادة عندها طويل بيحصل لهم مشكلة منطقة البطن عندهم بترتفع نتيجة ان عضلات البطن بتزيد وانت ما بتبزلش مجهود فما تصرفش من الطاقة اللي دخلالك انت ما عندكش مرض عضوي انت مش مريض غدة مش مريض كوليسترول ما عندكش مشكلة معينة في جسمك بتمنعك من انك انت تحرق اللي بيحصل ايه الاكل اللي انت بتاخده ده عبارة عن البنزين فحضرتك بتدخل بنزين وبتفضل برضو قاعد على كرسي المكتب او كرسي العربية عدد ساعات طويل وبعدين انت تيجي تاكل تاني انت ما صرفتش الطاقة الاولانية او البنزين الاولاني فنخزن الاولاني طيب الحل في المضوع ده ايه او صد صابر رقم واحد مائة وعشرين كيلو ده احنا وصلنا لمرحلة السمنة المفرطة ايا كان طوله بقى خلاص احنا كده عدينا الاربعين كيلو زيادة يعني حتى لو قلنا ان طوله مائة وثمانين سنتي فاحنا بنتكلم فيه سمنة المفرطة يبقى رقم واحد انت لازم تعدل سلوك التغذية بتاعك او صد صابر رقم اتنين تخلي اركن التروسيكل ولف حوالينا البيت مرتين تلاتة لازم تتعود انك انت تمشي مش اي مشوار تتحرك بيه التروسيكلو رايح تشترك انا اكبق معظمنا كده يا سيد محمد رايح اي مشوار تقوم مدور العربية اه يعني مش بتمشي ما بتمشيش او ده بتستسهل فالافضل طبعا حتى الناس اللي هم سكنين في المناطق الجميلة العشوائية اللي ايه بيعمل ايه وقف توكتوك اه رايح اول الشارع ده خلط لازم نتحرك ونعود نفسنا على الماشي لان زي ما اتفقنا من شوية كده الماشي في وايده كتيري بقى اوصل صابر رقم واحد هتبزل مجهود رقم اتنين هتستخدم حاجة زي اللايبودكس تقلل لك الشهية علشان نقلل لك حجم الوجبة انت بتقولي دلوقتي انا باكل باكل الطاقة طاقة ده يبقى احنا لازم نقلل الشهية رقم اتنين لازم نقلل حاجة تحرق لنا الدهون اللي احنا عاديين بنكونها بقالنا شوية والخضرة والشاي خلاصة الشاي الاخضر الجنزبيل والقرفة مش اللي عند العطار والاعتارة اللي انت اشتريت منها الخلاصات الطبية اللي منتجة ومصممة في شركات ادوي رقم اربعة لازم تاخد المكملات الجزائية المضادة للاكسادة زي فيتامين سي وفيتامين دي اللي هترفع لك الحرق وكل ده موجود في اللايبودكس طبعا انا متوقع ان الكورس بتاعه يمكن ياخد من ثلاث الى اربعة تشهر مع تنظيم الاكل بتاعك مع استعدادك للمشي لازم تمشي لازم تمشي لازم تتحرك مش في طول الوقت قاعدين القاعدة الزيادة مع وزنك ممكن تدعي تتعب لك ظهرك هتقديه الى وقلم في المفاصل مشاكل في المفاصل وزي ما قلنا اصد الصبر حتى لو حرك بتحس بيه مشاكل المفاصل او قلم المفاصل الجنزبيل خلاصة الجنزبيل اللي موجودة فيه اللايبودكس هتقلل لنا شوية الشعور بالقلم كنا بتتكلم يا دكتور عن المعدة وان اللايبودكس ملوش اي مشاكل مع المعدة للناس اللي عندها مشاكل في المعدة او اللي هي بتبقى خايفة تاخد حاجة عن طريق المعدة ايوة صحيح بص بقى المرضى ده موضوع مهمة قوي تيجي تكتب بقى احد المرضى او تنصح احد المرضى بعلاج معين او دك ايه لا انا باخد اقراص كتير اه طيب هل اللايبودكس وطبعا هو بيبقى يعين يجرب ارس ماء او بتاع ويتعب له معدته وهو عنده حق الناس اللي بتاخد ادوية اعظام الناس اللي بتاخد ادوية كتير علشان السكر او ادوية كتير علشان القلب او علشان الكوليسترول وبعض المرضى بيجي لك ميكس عنده قلبه وكوليسترول قلبه وضغط قلبه وضغط وعضب فتلاقي حول الله ممكن يكون بياخده 14 ارس في اليوم هل اضافة اقراص فيها مستخلصات عشبية قد تؤدي الى تعب في معدتك الحقيقة لا لانه زي ما احنا قلنا كده الخلاصات العشبية ليس لها اثر سيء على معدتك بالعكس زي ما احنا عارفين انه الاعشاب من الحاجات الملطفة والمهدئة لألام المعدة وبتحسن عملية الهضم والاخراج بتحسن عملية طرد الفضلات اللي هي بتبقى بعض الاحيان نتيجة استخدام الادوية الكيميائية يعني حضاكة دكتور بتقول ان هو بننصح باستجدامه اامن اامن على اللي عنده مشكلة في المعدة او مرضى الضغط والسكر والأل او حتى الناس اللي بتاخد علاج كتير يا ترى اقدر اضيف على العلاج الكتير ارس كمان اامن طب نرجع تاني دكتور كده واحنا بنختم الحلقة اللايبوديكس واللايبوديكس بلص اول حاجة ايه الفرق ما بينهم الاتنين الفرق ما بينهم هو تركيز مادة الكافيين اللي هي المادة الحارقة للدهون والمزيبة للدهون دي احنا بنديها بالنهار في القرص بتاع الصبح اللي هو في اللايبوديكس بلص بتركيز اقوى شوية من بالليل يعني اللايبوديكس بلص ده بنقله بالنهار ده بيحتاج باللايبوديكس بلص ده بيبقى قرص واحد في اليوم هناخده الصبح تمام اللايبوديكس العادي العادي ده قرص واحد في اليوم بناخده بالليل بذكر بقى الجرعة دكتور يعني طبعا عارف ان اللي بيستخدم اللايبوديكس او اللي حيستخدم اللايبوديكس متنوعين يعني ممكن يصادفنا اطفال امن للاطفال امن للاطفال بس احنا هنستخدم مع الاطفال اللايبوديكس العادي مش ال كل الناس تستخدمه ولا الحوامل مثلا الحامل زي ما أنت عارف تخضع لإرشادات الطبيب المعالج إحنا ملناش دعو به إحنا معاها قبل ما تحمل عشان تحمل وبعد ما تولد عشان نكسسها يعني كل الناس استخدموا كل الناس استخدموا مع هذا الحوامل تخضع للإشراف الطبيب تخضع للإشراف الطبيب المتابع لحالتها إذا هي محتاجة أنها تكس وفيه احتياج عاجل الطبيب المعالج بنائي إيه هو المنتج الأنسى يعني إحنا كده عارفنا من حضرتك أن اللايبودكس بلص هل مؤذي للمرضعات؟ الستات اللي بتردع أو بينزل في لبن الرضاع احنا قلنا إحنا معها قبل الحمل وبعد الحمل فترة الحمل هي اللي مش معنا فيها هي اللي مش معنا فيها تمام يا دكتور إحنا كده عارفنا أن الفرق ما بينهم الكافيين اللي هو في اللايبودكس بلص اللي هو بيتاخد بالنهار مظبوط قرس واحد في اليوم النهار اللايبودكس العادي بيتاخد بالليم يعني ناخد قرس قبل الفطار من اللايبودكس بلص ومن اللايبوديكس العادي أرص قبل العشرة يعني أرصين في اليوم أرصين في اليوم بنخس أديه بقى دكتور المتوسط الطبيعي من 18 كيلو شهري يعني أنا بستخدم أرصين في اليوم واحد بالنهار وواحد بالليل والمتوسط من 18 شهريا مع الالتزام بقواعد التغذية السليمة طيب لو واحد بقى مش ناوي يلتزم أو واحد مثلا هي ظروفه وإنه هو بيأكل في الشارع طول الوقت ومعندوش استعداد إنه هو ينتظم على ضايت هل يا طرى يفقد الأمل ويعني ما يجربش إنه هو يخفض وزنه لأ ما تفقدش الأمل إنت بمجرد ما بتاخد مجموعة المواد الحارقة والألياف اللي هي بتسبب لك عملية الامتلاء والكفايين اللي بيقلل الامتصاص الدهون اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إنه إنت بتقلل حجم الوجبة بتحرق الأكل اللي إنت أكلته في الوجبة فبالتالي حتى لو ما خسناش العشرة كيلو فإحنا هنخس برضي يا أستاذ محمد كمية من الوزن إزاي دي يعني نخس الخمسة يعني إحنا كده كده هنخس زي ما قلنا مع اللايبوديكس هنخس من غير ما نحس بس برضو لازم نحافظ أه لو عايزين النتيجة القصوى النتيجة الماكسموم لازم نلتزم بقواعد التخزية السليمة طب لو إنت ما عندكش فرصة إنك تلتزم الحقيقة إحنا بنقول إن إحنا نعمل اللي علينا أحسن ما ما عملناش حقا خالص استخدام اللايبوديكس حتى مع النظام الغذائي الجير سليم بيخليك تقلل كمية الأكل وتحرق الدهون اللي إنت مدى الشالك يعني إنت حضاك بتقول إن أنا كده كده محتاج اللايبوديكس علشان خطر ما كونش دهون زيادة ولو أنا عاداتي الغذائية غلط تقللي كمان من الدهون اللي حصل لها تخزين وفي نفس الوقت تقلل لامتصاص الدهون طيب يا دكتور لو نقدر نقول فوائد اللايبوديكس في كلمتين رقم واحد أنا هقلل الشهية بطريقة أمنة إحنا لا من المخ بقى ولا بنأثر على الجهاز العصب المركزي ولا بتاع الكلام الفاضي طريقة أمنة طريقة امتلاء المعدة فهو ده البديل الآمن لجراحة بلون المعدة رقم اتنين احنا بندي للجسم مجموعة من المستخلصات المستخلصات العشبية الطبية العشبية اللي بتزود له معدل الحرق رقم ثلاثة الجنزبية المستخلص الجنزبية اللي موجود في اللايبوديكس بيشتغل كمسكن فانت بالتالي هتقلل عملية الشعور بالألم يعني إذا كنا وصلنا لمرحلة ألم المفاصلة أو ألم الظهرة أو كذا فبتقللت الشعور بالألم رقم أربعة وده من الحاجات المهمة إن احنا بنزود عملية الحرق زيادة عملية الحرق ليها أهمية أثناء الدايت وبعد ما نخلصنا وثبتنا وزن أثناء الدايت مهمة قوي إن احنا نزود الحرق علشان نقلل فترة الحرمان أو فترة عملية الرجيم بعد الدايت علشان ما نرجعش نتخم بسهولة الحرق التعجسمي كويس الدنيا مضبوطة فبالتالي أنا بحرق كما أكبر من السعرات الحرارية فبالتالي اللي بتخزن أقل خلاص وأثيرا مجموعة الفيتامينات الموجودة في اللايبوديكس ولا بتخليني ما يحصل ليش أنامية ما يحصل ليش تسقط شعر وش ما يحسش ونعدي مرحلة الدايت بأمان يعني دكتور اللايبوديكس هو المنتج الوحيد الموجود في مصر دلوقتي اللي غالبا يعني بيحتوي على المستخلصات العشبية وبيتاخد فقراص يعني عامل الأمان فيه عالي جدا وتحت إشراف طبي تحت إشراف وزارة الصحة وطبعا المنتج مرخص من وزارة الصحة المصرية فيه نقطة أخيرة دكتور يعني قبل الختام فيه عيان يقولك أنا مظلوم مظلوم في إيه بقى؟ أنه هو بيعمل ضيط بياخد منتجات تخسيس وفي نفس الوقت ما بيحسش بفرق ده عيان ده صديقي العيان الجميل ده ده بتبقى مشكلته أنه يعاني من مرض عضوي عنده مشكلة في الغضة الدرقية فبالتالي عنده ما بيحرقش الدهون كويس أو التمثيل الجزائي للدهون قليل رقم اتنين قد يكون عنده بعض المشاكل في المعدة أو في الهضم أو كذا العيان اللطيف المظلوم اللي بياخد أدوية فعلا وما بتعملش الكلام ده رقم واحد أنت مش محتاج حاجة تقلل لك الشهية طالما أنت أصلا منتظم على ده أنت محتاج حاجة تزود لك الحر لأن أنت مشكلته أنت مظلوم لأنك ما بتقدرش أنك أنت تحرق الدهون بالشكل السليم أو كمية الوزن اللي المفروض تحرق اللايبوديكس هيحرق للدهون هيساعدك على تعويض هذا الفقد فالمجموعة المواد اللي متواجدة فيها أو التركيبة اللي موجودة باستخدام خلاصات الشاي الأخضر والقهوة الخضراء والكافيين والجنزبيل والإرفة والجراسينيا جامبوجيا والكروميوم وفيتامين سي وفيتامين بيها تزود برده يعني دكتور مع اللايبوديكس ولايبوديكس بلس ده حل متكامل ومفيش حد مظلوم معه وطبعا بينفع للسمنة الكلية للجسم كله وبينفع كمان للسمنة الموضوعية زي ما تكلمنا مع البنوتة اللي كانت بطنة زيادة تمام شكرا دكتور أستاذ دكتور أحمد مشعل أستاذ مساعد العلاج الطبيعي والسمنة ورئيس وحدة العلاج الطبيعي بالمركز القومي للبحوث وزي ما قولنا أستاذ علاج السمنة في مصر حضرك نورتنا وشرفتنا أنا لسعيد لقائي معاك انتعرف أنا بحبك قد ربنا يبارك في حضرتك إن شاء الله لنا لقاءات تانية أعجي المشاهدين يعني النهاردة تكلمنا عن بطل من أبطال مقاومة السمنة في مصر مع أستاذ السمنة في مصر الأستاذ الدكتور أحمد مشعل اللايبوديكس واللايبوديكس بلص بيحرق وبيملأ بيحرق الدهون لأن في حاجات بتحرق الدهون زي ما قولنا في نهاية الحلقة احنا معناش حد مظلوم يعني انت كده كده هتخس هتخسه كمان من غير ما تحس بيحرق الدهون وبيملأ المعدة يعني ما فيش أكل زيادة ما فيش دهون زيادة ما فيش كمان شعور بالحرمان المشاكل اللي كانت بتحصل نتيجة السمنة اللي هو وش بيخس عندي تساقط في الشعر كل ده مع اللايبوديكس ولايبوديكس بلص مش هيكون موجود لأن في مجموعة فيتامينات الفيتامينات دي بتعوض الحاجات المفقودة نتيجة الرجيم أو نتيجة النظام الغذائي اللي بنتابعه مع اللايبوديكس وزي ما قال الدكتور في الحلقة حتى لو مش عامل نظام غذائي هتحرق دهون ووزنك حينزل زي ما قلنا في الحلقة يعني السمنة مش مرض شكلي السمنة بتأثر على الجسم كله وبيبقى فيها مشاكل كتير يعني احنا النهاردة قدمنا لكم حل متكامل للقضاء على السمنة ان شاء الله يعني مكملين معاكم في كلام في الطب ولحد ما نقضي على السمنة احنا كمان بنقدم لكم اللايبوديكس وليبوديكس بلص وعلى حد علمي المنتج في متناول الجميع يعني هتخس من غير ما تحس وفي نفس الوقت مش هتدفع كتير لان احنا عارفين ان جراحات السمنة بتاخد فلوس كتير عارفين ان مشاكل السمنة بنصرف عليها فلوس كتير ويعني انا ساعدت معاكم النهاردة وان شاء الله حتى نلتقي في حلقة غادمة من برنامج كلام في الطب تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر